صهر أردوغان براط البيرق وزير المالية ارتكب جريمة في حق المواطن التركي احنا فيه كورونا ايام قزمة كورونا الدولة عندنا عملت ايه؟ ادت مساعدات ومساندات ومرتب للناس الغلابة اللي ما عنده امشي اللي باليومية وايه لاخره فاكرنا 100 مليار توزعه صهر أردوغان في تركيا في اثناء الفترة 9 شهور اللي فاتوا دول زود الغرامات على الناس اي حاجة عليها غرامة اقناع الطبية عدم اتدائل اقناع الطبية المخالفات المررية المخالفات الضربية كل ده كان فيه نوع من ارتفاع وزيادة الغرامات حتى وصل متحصلات الغرامات لـ 11 مليار ليرة في 9 شهور ده خل المعارضة تقول انه تمويل عجز الموازنة التركية بفرض غرامات على الاتراك وصلت لـ 11 مليار في 9 شهور متوقع توصل لـ 15 في اخر السنة هل سمعتم صدى لهذا الكلام في الإعلام الإخوان الرقيع المعلام المرتزقة لا طبعا مش هتسمع مش هتسمع هتا كانت تسمعوا مني هنا هو ليه؟ لان احنا بنحب بلدنا لكن هم بيحبوا تركيا هم بيكرهوا مصر مش بيحبوا تركيا بالمناسبة هم لو راحوا بكرة اليونان هيشجعوا اليونان لو راحوا اسرائيل بكرة هيشجعوا اسرائيل دول مرتزقة دول راقصون على كل طبلة اي طبلة يرسوا؟ ترجمة نانسي قنقر